أكد معل الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أن التطور اللافت الذي تشهده الخدمات الإسكانية في صورتها المبتكرة وتحديثها المتواصل لتلبية الاحتياجات يجسد الجهود المبذولة لرفع كفاءة الدعم والحماية الاجتماعية المقدمة للمواطنين للإسهام في جعل الأسرة البحرينية آمنة ومستقرة على الدوام وذلك بما يتماشى وأهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ومتبعة صاحب سمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ونوها معليه بما تفرزه المراجعة الدائمة والمستمرة للسياسات الرامية إلى ضمان استدامة الخدمات الإسكانية وما نتج عنها من شراكة حكومية استراتيجية ومعززة مع القطاع الخاص الذي تطلع مؤسساته بدور رئيسي في منظومة السكن الاجتماعي بمملكة البحرين وذلك بهدف تنويع الحلول الإسكانية وإتاحتها أمام الفئات المستحقة لهذه الخدمات من المواطنين بما يناسب قدرتهم المالية واحتياجاتهم الفعلية وتفضيلاتهم السكنية جاء ذلك لدى تفضلي معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة بحضور سعادة السيدة آمنة بد أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني برعاية الحفل الذي أقيم بقصد ضيبية صباح اليوم لتكريم رؤساء مثلي المصارف والبنوك والشركات العقارية التي شاركت في معرض التمويلات الإسكانية والذي نظمته الوزارة في يونيو الماضي في نسخته الثانية وأشار معاليه لأن إقامة هذه المناسبة تأتي احتفاء بالنجاح الذي تحقق خلال الفترة الماضية بفضل التعاون الملموس بين وزارة الإسكان والتخطيط العمراني والشركاء من القطاع الخاص والذي عكسته على حد سواء المشاركة الواسعة للمصارف والبنوك والشركات العقارية في معرض التمويلات الإسكانية الأخير والإقبال الملحوظ عليه من المواطنين الراغبين في الاستفادة من الخدمات التمويلية وأوضح معاليه بأنه تنفيذا لتوجهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بإقامة الفعاليات والمعارض التي تسهم في التعريف بالخدمات والبرامج التمويلية الإسكانية فإن الجهود ستتواصل للعمل على توسيع دائرة المستفدين من المبادرات الحكومية الرامية إلى تسريع وتيرة توفير الخدمات الإسكانية وتلبيتها وأعرب معاليه عن شكره وتقديره لسعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني وجبع متسبي الوزارة على جهودهم لترجمة أهداف برنامج الحكومة على أرض الواقع بثنيا في الوقت نفسه على جهود المصارف والبنوك لتسهيل الإجراءات وتقديم العروض الحصرية في المعارض التي تنظيمها الوزارة وعلى أسهامات الشركات العقارية في تنويع المعروض من الخيارات الإسكانية أمام المواطنين من جانبها قالت سعادة السيدة أمنة بنت أحمد الرمحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني في كلمة لها خلال الحفل إن الرعاية التي يحظى بها قطاع السكن الاجتماعي من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ودعم ومتابعة صاحب السمون ملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تعد حجر الأساس فيما تحقق من نتائج إيجابية حتى الآن والمتمثلة في توفير آلاف الطلبات الإسكانية خلال عام واحد منذ تدشين البرامج التمويلية وإقبال المواطنين عليها للاستفادة منها الأسيما وعربت سعادتها عن بالغ شكرها وتقديرها لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء لما يوليه من جهود مقدرة ومساندة لخطط وبرامج الوزارة على نحو يسهم في تعزيز أداء العمل الحكومي نحن سعيدين اليوم بهذه المبادرة صراحة والدعم المتواصل من قبل سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء شيخ خال بن عبدالله ودعم دائم والمستمر من سعادة الوزيرة سيدة آمن الرميحي في يعني أعطانا هاي الفرصة ووجود المعرض بشكل سنوي بحيث أنه يعطي دافع بمساهمة البنوك والمطورين العقاريين يقدم لنا هذا اليوم بالنسبة للمصارف والمطورين حافز للاستمرار وتقديم الأفضل دائما للحلول العقارية الأفضل للمواطنين كنا دائما هذه النسخة الثانية لمشاركتنا في هذا المعرض وساعدين بهذه المشاركة حيث دائما نقدم حلول تمويلية مبتكرة في هذه المعارض لتقديم خدمة للمواطنين ومساعدة المواطنين في امتلاك بيت العمر نشكر معالي الشيخ خالد بن عبدالله ووزيرة الإسكان آمن الرميحي لجميع الشركات العقارية والدعم اللامحدود اللي يعطونا الشركات العقارية والبنوك طبعا هذا الشي ساهم في إنجاح معرض التمويلات الإسكانية في النسخة الثانية في سيتي سنتر طبعا لقى قبول كبير اللي ساهم في خلق فرص مسكن للمواطن البحريني فرص كبيرة طبعا وقبول كبير لقى المعرض ونشكر جهودهم نتمنى إن شاء الله في المستقبل فرص جديدة وتعاون جديد وطبعا نهنيهم على النجاح والأقبال الواسع اللي حصلنا في معرض التمويلات الإسكانية طبعا هذا المعرض يعتبر تطبيق على أرض الواقع لرؤية سيدي صاحب الجلالة وولي العهد للشراكة بين قطاعين العام والخاص حرصنا في المعرض أن نحن نوفر خيارات متنوع على المواطنين لا شك اليوم مثل هذه اللقاءات يعطينا الحافز في تكوين شراكة طويلة مع القطاع الحكومي وهذا يدل على أن اليوم هناك انعكاسات لمستوى الشراكة التي وصلنا لها توفير أفضل الحلول والخدمات الإسكانية ونحن كشركة أبراج بن عيد العقارية سنسعى دائما لتنفيذ رؤى جلالة الملك المعظم وتنفيذها على أرض الواقع ترجمة نانسي قنقر